نزول ما لقى بيقول يالله بصورة حاضر حققكم معاكم 100% طيب الحماية الاجتماعية ودعم السلعة التنموية التموينية لأهلين نفسينا ومدن القناة كانوا 101 ألف مستفيد بقوا 121.5 ألف مستفيد تقريبا حوالي 20 ألف مستفيد زيادة قد ايه النسبة تقريبا 20% نسبة زيادة التكلفة لبرامج الدعم النقدي اللي هو الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة كانت صفر تقريبا يعني عشان يعني الحق هي 0.24 مليار بقينا 2 مليار يعني الزيادة المقوية قد ايه 733.3% دي الفروق ما بين دولة بجد ما بين حاكم وطني بجد ما بين حاكم لامس فعلا المشاكل اللي بيعانيها شعبه ويحاول توق مش بيحاول هو بيشتغل بكل ما أوتي من قوة على تزليل كل هذه العقبات على إزالة كل هذه المشكلات يا جماعة 733 في المئة لأنه ما كانش في حاجة بتتعمل طيب تعال نشوف نسبة زيادة عدد المستحقين في المعاشات على سبيل المثال زايدة بنسبة 27.18% في 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة ده غير بقى المكاتب بقى 21 مكتب دعم السلع التموينية 2.1 مليون مواطن يحصل على هذا الدعم من البطاقات التموينية عندنا المستفدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن من أهالينا في سينة مركز التموين الرقمي 26 مركز